نظمت وزارة العمل بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال المؤتمر الوطني الأول لمكافحة عمل الأطفال وذلك في متحف الأطفال بحدائق الحسين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال أمين عام وزارة العمل حماد أبو نجمة قال أن هذا المؤتمر الأول للأطفال الذي يرتقي بالأطفال المشاركين من خلال محاورتهم في قضية عمل الأطفال هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول للأطفال العاملين يعني بمعنى الأطفال العميلة هم أنفسهم اللي راح يلتقوا في هذا المؤتمر ويتحاوروا في قضية عمل الأطفال ويوصلوا إلى نتائج ومقترحات وتوصيات للجهات المسؤولة من الواقع اللي بعيشوه واضح جدا أنه عمل الأطفال أكيد إحنا كنا مجمعين أنها قضية سلبية بالنسبة للطفل وناشأته وتربيته ومستقبله أيضا ولكن هذه أول مرة نسمع من الأطفال أنفسهم ونضع لهم الفرصة نكرس لهم الفرصة الكاملة ليتحاوروا في مؤتمر خاص بهم ويخرجوا بنتائج وإحنا كوزارة عمل على الأقل نسعى لأن ننتظر هذه التوصيات وهذه النتائج لتنفيذها فورا وأنا متأكد هنا ستكون نتائج مثمرة ولها زخم كبير جدا في واقع عمل الأطفال وتغيير هذا الواقع إلى الأفضل رئيسة قسم عمل الأطفال سيرين الطيب أكدت أن الهدف من المؤتمر هو سماع صرخة الأطفال العاملين بالمطالبة بحقوقهم ومكافحة ظاهرة عملهم ومكافحة وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية بالترتيب لهذا المؤتمر طبعا يهدف هذا المؤتمر إلى صرخة الأطفال بالمطالبة بحقوق الأطفال العاملين ومكافحة عمل الأطفال هم صوت الحاضر وهم المستقبل فلا بد من مناقشة هذه القضية من قبل الأطفال أنفسهم طبعا يشارك في المؤتمر أطفال عاملين وأطفال على مقاعد الدراسة يدا بيد كلهم بيشتغلوا مع بعض للخروج بتوصياتهم ومقترحاتهم التي ستصاغ ببيان ختامي وسيتم اعتماده رسميا وإرساله إلى كافة الجهات الرسمية المؤتمر تخللته مناقشات وحوارات قام بها الأطفال تتعلق بالتشريعات والخدمات التربوية والخدمات الاجتماعية والتوعية المجتمعية والخروج بالحلول والتوصيات بهدف حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وتعزيز حق الطفل في الحصول على التعليم وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم حزم السردي الحقيقة الدولية